يقترب موعد الانتخابات النيابية في العراق فتشتعل الصراعات السياسية بين الفرقاء المشاركين في العملية السياسية صراعات يستخدم فيها النفوذ السياسي كما تستخدم القوة المسلحة رغم قرار سابق من رئيس الحكومة حيدر العبادي يقضي بخروجها من المحافظة ميليشيات الحجر عاونت انتشارها في محافظة التاميم بدعوة صاعد تهديدات تنظيم الدولة للمحافظة لا سيما بعد تكرار هجمات التنظيم مؤخرا في كاركوك وغيرها غير أن ثمت من يكذب رواية ميليشيات الحجر عن ضرورة أعالة انتشار مسلحيها في التاميم فالتهديدات الأمنية في المحافظة لا تختلف عن محافظات عراقية أخرى كنينوى وصلاح الدين وديالا والأنبار فلماذا إذن يستهدف الحجد كاركوك بحسب مراقبين فإن خطوة ميليشيات الحجر لها أبعاد سياسية انتخابية فهي تحاول فرض إرادتها على المحافظة وأن يكون بقاؤها في كاركوك بمسوغ قانوني بهدف استقطاب العرب الشيعة فيها واستمالة الجماهير في المحافظات الجنوبية الناقمة على القومية الكردية أما لعبادي فهو لا يستطيع استفزاز الحجر وإخراجه من كاركوك لأن هناك جمهورا انتخابيا مشتركا بينهما يخشى لعبادي خسارته في حين يغيب هذا الجمهور المشترك بين لعبادي والأكرد لذا فمن غير المتوقع حدوث أي ضغط حكومي لإخراج الميليشيات من التأميم حتى الانتهاء من الاتخابات القادمة في شهر آيار الميليشيات ستذهب إذن في طموحها بشأن محافظة التأميم حد استطاعتها علها تؤسس واقعا جديدا على الأرض في مرحلة ما بعد الانتخابات مستثبرة في ذلك حاجة العبادي إلى قطاع من الناخبين يتشاركه معها وكذلك الأزمة الحالية بين العبادي ومسؤولي كردستان العراق بعد استفتاء الانفصال ترجمة نانسي قنقر